نهر من أنهار الجنة وجواه جبل من دهب ومجرد ما يظهر اعرف ان قيام الساعة قرب في رحلة الإسراء والمعراج رأى النبي صلى الله عليه وسلم أربع أنهار نهران ظاهران ونهران باطنان فسعى سيدنا جبريل ما هذه الأنهار فقال سيدنا جبريل أما النهران الباطنان فنهران في الجنة وأما النهران الظاهران فالنير والفراط والإمام النووي قال في تفسير الحديث ان النير والفراط أصلوا من السدر ويمشوا حيث يشاء الله بعدين بينزلوا للأرض ويمشوا فيها ويخرجوا منها والله أعلم بالكيفية اللي بيحصل بها الكلام ده لكن المهم أن الظاهر لنا على الأرض أن منبع الفراط من شمال تركيا النير بيتصل مع البحر لكن الله أعلم بعد كده هو هيخرج إزاي خلال الشهور اللي فاتت سمعنا على السوشيال ميديا أن في أماكن في الفراط بدأت تجف لكن هقول لكم حاجة عجيبة جدا في المشهد ده هتلاقوا أن في مسجد أو مغموع من الكرة موجودة هنا مغمورة كلية تحت الميا يعني زي ما أنتو شايفين دلوقتي في مأزانة هي الوحيدة اللي ظهر فوق الميا لأن المسجد بالكامل بقى موجود تحت مستوى سطح الميا ومغموعة كرة موجودة هنا وده اسم الجامع المغمور وأما عن ربط الناس بجفاف الفراط وعلامات الساعة فده بسبب حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لا تقوم الساعة حتى يحصر الفراط عن جبل من ذهب يقتطل الناس عليه فيقتل من كل مئة تسعة وتسعون فيقول كل رجل منهم لعل أكون أنا أنجل يعني قيام الساعة مرتبط من خفاض منصوب المياه في الفراط ومش بس كده ظهور جبل من ذهب وبعد كده هيقتطل الناس عليه فهيموت من كل مئة شخص تسعة وتسعين واحد علشان الذهب لكن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذهب وقال يوشك الفراط أن يحصر على كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا يعني مهما أغراق الذهب ما تطربش بينه أبدا أما المدينة اللي فيها القرى تحت المياه اسمها خلفتي والمدينة دي حرفيا كلها تحت المياه زي ما انتوا شايفين كده المأزانة هي اللي واضحة من الجامع أو جزء منها لكن باقي المدينة كلها تحت المياه والقرية دي اسمها باتيك أو القرية المغمورة والجدير بالذكر أن نهر الفراط نهر دولي يعني المنبع بتاعه بيكون من جبال توروز في تركيا وبعد كده بيكمع المسهر للأراضي السورية ومن بعد الأراضي السورية بيروح للأراضي العراقية وفي المرحلة دي بيبدأ يلتقي مع نهر ديجلة وبعد ما بيلتقي بيعملوا نهر شط العرب وبعد كده تقريبا بعد 190 كيلو متر بيصبوا في الخليج العربي في حديث تاني للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول سيحان وجيحان والنير والفراط كل من أنهار الجنة كمان في منحوتات داخل الجبال وده اللي بينطبق عليها الأية الكريمة وتنحتونا من الجبال بيوتا يعني بيوت داخل الجبال كمان في جسر في المدينة اسمه جردان وده معناه العقد علشان الجسر بيربط من ضفتي الفراط وشكله عامل زي العقد وبس كده أصدقائي طبعا الهدف من الفيديو مش اللي احنا نشكك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حاشا لله احنا مصدقين الحديث 100% لكن الواقع دلوقتي أنه نهر الفراط لسه مجفش يعني مستحيل تكون العلامات حصلت في الوقت الحالي لكن هل ممكن تحصل خلال سنين قريبة؟ وهل ممكن تحصل خلال سنين بعيدة؟ الله أعلم كمان مش كل حاجة نشوفها على السوشيال ميديا بتبقى حقيقة لأن في كتير من الصور دي بتبقى متفابريكة أو غير حقيقية اشتركوا في القناة